السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باسمي واسمكم نرحب بفضلة الشيخ هيث بن محمد صرحان وفقه الله هياكم الله شيخنا الله بارك فيكم توقفنا شيخنا في الدرس الماضي عند العول أخذنا العول والرد توقفنا إلى هذه المسائل في أسئلة في أسئلة في العول وفي أسئلة في الرد أما في العول يقول شيخنا إذا كان في المسألة عول أو رد غد أصل المسألة إلى مجموع السهام باستثناء الزوجة والزوجة فلا يرد عليهم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام الرسول لا نعم هذا اللي قلنا إنه ما يرد على أحد الزوجين نعم نحسن الله إليك وقلنا نمشي على هذا القول تمام الله سألك شيخنا يقول له هل كل أصول المسائل السبعة تعول ما رأيك أنت لا شيخنا ليست كلها تعول ما تعول ثلاثة فقط اللي تعول إذا كانت يقولوا لماذا تعول لأن أجزاءها أكثر منها أجزاءها أكثر منها تعال شو الاثنين إيش يخرج منها النصف يعني واحد فهي أقل من اثنين الثلاثة يخرج منها الثلث والثلثين المجموع اثنين ثلثين اثنين المجموع ثلاثة ما زادت الأربع النصف اثنين والربع واحد المجموع ثلاثة ما زادت بعد الأربعة خمسة الثنين ثلاثة والأربعة ستة ستة أنتظر الستة فيها النصف ثلاثة والثلث الثنين هذا خمسة والثلثين أربعة أربعة وخمسة تسعة زادت إذن هذه تعود أجزاءها أكثر منها إذن تعود تعالي الثمانية فيها النصف أربعة والربعة واثنين هذه ستة والثمن واحد هذه سبعة إذن ما تعود الاثنى عشر ما شاء الله فيها النصف ستة والثلثين ثمانية زادت إذن تعود الأربعة وعشرين تعود الثلثين ستة عشر والنصف إذن تعود تعود مفهوم؟ إذا كانت أجزاءها أكثر منها أكثر منها مفهوم؟ نعم كل يوم نزيدك معلومة شوي أرأس؟ تمام حتى تمشي نعم الله سيدك إذن عندنا المسألة تعود ثلاثة فقط الستة تعود أربع مرات على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة وقلنا تسمى التعود إلى عشرة الفرخة أم الفروخ أم الفروخ نعم وقلنا في مسألة مشهورة عندهم ولا تصح تسمى المنبرية 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 عالية رضي الله تمام بعده الله سيديكم شيخ يقول العول الصراحة هو زيادة السهام عن أصل مسألة أم زيادة السهام زيادة في السهام ونقص في الأنصبة زيادة في أصل المسألة ونقص في السهام الورثة نعم في أنصبة الورثة نعم الله سيديكم شيخ نفررد طيب يقول لرد الصراحة أن تكون السهام أقل من أصل المسألة تكون السهام أقل من أصل المسألة تكون السهام أقل من أصل المسألة نعم شروط الرد شيخ شروط الرد لا يرد على أحد الزوجين ولا وجد عاصب لأن وجد عاصب ما وجد رد صح؟ نعم نعم وألا تستغلق الفروض أصل هذه الشروط الثلاثة نعم طيب شيخ تصحيح الإنكسار فهذا أسوأ تصحيح الإنكسار في الرد ي يتم التصحيح الإنكسار بعد الرد إلى مجموعة السهام أو قبل الرد إلى مجموعة السهام دائما يعني بعد flop it's false تصحيح الإنكسار لا يكون قبل أنت أول شيء تحل المسألة الكاملة وبعدين تصحيح الإنكسار نعم اصلاهs reyoh إذن لعنا ندى شيخنا في الانكسار التصحيح لا ما نبدأ حتى نراجع أولا أبشر نعم طيب أي شيخ خذنا في الدرس الماضي أخذنا أن المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام مسائل عائلة زائدة يعني تزيد عن أصل المسائل الفروض عن أصل المسائل فنجعل من مجموع السهام ومسألة ناقصة هذه رد وتنقسم قلنا إلى قسمين أن يكون دون أحد الزوجين ومع أحد الزوجين دون أحد الزوجين إذا كان صنف واحد مجموع عدد الرؤوس وإذا كانوا أكثر من صنف نجمع كما كنا نصنع في العود ومع أحد الزوجين صنف واحد تكون من مخرج الزوجية والباقي عليهم فرضا وردا وإذا كان أكثر من صنف نجعل مسألتين مسألة للزوجة والزوجة ومسألة ثانية لأصحاب الرد ثم نجمع بينهما تمام وغيره واخذناك شيخنا كذلك قبلها اخذنا العول اخذنا العول ستة اربع مرات واثنى عشر ثلاث مرات واربع عشرين مرة واحدة وقلنا تنتبه للمسائل انه ممكن مسألة انت تراها في مسائل الرد او مسائل العول وهي ليس فيها رد ولا عول صح او العكس تمام اول عدد بك ذلك الحجب ومرنا على الحجب وقلنا الحجب باب مهم جدا ومن لا يعرف الحجب هذا ما يفتف الفرائض مثل يقوله في الحج مثلا الذي لا يعرف الفرق بين فدية الاذى ودم الجبران لترك واجب هذا ما يفتف الحج ما يعرف ما يفرر مفهوم فلابد هنا في الفرائض ان يعرف من يحجب ومن لا يحجب وحجب النقصان وحجب الحرمان وحجب شخص وحجب وصف تنبه لهذه المسائل هذا اذا كان ضابط قلنا اصحاب الفرود والعاصبات مفهوم ويعرف من يقدم ومن يؤخر ومن يرث ومن لا يرث وهذه الامور تمام وقلنا هو باب مهم لكن باب الاصل ان يكون مضبوط ومفهوم فيما تقدم الفرود والعاصبات حتى تضبط وتفهم خلاص اخطأ يعيد 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 حتى يصل الصوب باذن الله طيب تمام الآن سنصحح المسائل اول قلنا نكتب سبعة بينهم كبيرة او واحد او كذا الآن نريد نقسم عليهم هذا اذا ما فهمت الانكسار ما في شكال عندنا المهم تفهم الفرود والعاصبات الاول اذا فهمت الاول هو الاساس الآن سنصحح المسائل كيف نصحح المسائل نبدأ بالانكسار على جنس واحد بالاسهل يقول عندنا مسألة فيها ام و ستة ستة اخوة اشق تمام الام لها السدس السدس والباقي ستة مسألة من كم من ستة من ستة واحد خمسة واحد خمسة رؤوسهم كم ستة والسهام خمسة خمسة هل بينهم قاسم مشترك بين الستة والخمسة في شيء قاسم مشترك او تبا لا وجد شيء لا وجد شيء تبايا تبايا تمام انا اقول للطلاب داعي ايوم اهم رأسك او السهم السهم يا راشد السهم اهم من رأسك عند بالنسبة لك رأسك اهم رأسك اهم من السهم صح فدائما اجعل الاساس هو الرأس فاذا الرؤوس ما كان تنقسم على السهم ولا بينهم قاسم مشترك تأخذ رأسك لانه هو الاهم هنا الان نبغى نصنع حق الجديد على اليمين سمي المحفوظ سمي ايش المحفوظ المحفوظ تمام ايهم اهم قلنا الرأس اذا نكتب هنا على اليمين ستة تمام 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 كتابنا ستة ستة الان نضربها في اصل المسألة ستة في ستة ستة ثلاثين انت تقول الان عدينا جدول الضرب هنا مو مشكلة ممكن تستخدم هنا لا حاسب ما فيش كاله واحد في ستة تضرب في اللي فوق واحد في ستة اللي فوق ستة ستة خمسة في ستة ثلاثين ثلاثين انتبئ معي الان نريد شوف الحل الصحيح او لا الرؤوس كم ستة والسهام ثلاثين تنقسم تنقسم لكل اخ لكل اخ تنقسم كم نعطيه كل اخ ياخذ خمسة اذا حل صحيح فهمت طيب مسألة اخرى نمشي على نفس النمط هذا حتى ما ما تختلط المسألة يكون اسهل ام وعشرة اخوة اشقاء تمام الشيخ تمام نسوي محفوظ هنا الام لها السدس والباقي مسألة من ستة واحد والباقي خمسة الرؤوس كم عشرة والسهام خمسة خمسة ما تنقسم عليهم انت تقول ممكن نصف احنا ما نريد نصف لازم عندنا عدد صحيح صحيح فعشرة قسمة خمسة كم او بينهم قاسم مشترك بينهم قاسم مشترك وهو خمسة خمسة ايهم اهم رأسك ولا السهم رأس تمام عشرة على خمسة اثنين اذا هنا نكتب كم اثنين اثنين في المحفوظ ونظروا في اصل المسألة اثنين في ستة اثنين عشر واحد في اثنين اثنين خمسة في اثنين اشرة انقسمت انقسمت الحل صحيح نفهوم نمشي اسألة اخر ام و ثلاثة اخوة لام وعمشقي مثلا مسألة محفوظ مسألة محفوظ الام لها الثلاثة اخوة لام السدس أخوة لام الثلث والعم الشقيق الباقي مسألة من ستة واحد اثنين والباقي ثلاثة ثلاثة مع ثلاثين تباع ليس بين العشي اذا بحفوظ هنا ثلاثة اذا نضرب في ثلاثة ستة في ثلاثة ثمانه ثمانه وعشر واحد في ثلاثة 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 في ثلاثة تسعة انقسم انقسم الحل صحيح تمام تمام هذا يقول الانكسار جنس واحد انخرج هنا في المحفوظ رقم واحد هذا يسموه جنس واحد الآن ممكن في المحفوظ يخرج لنا أكثر من عدل لكن ما نريد نفشي عن هذا ما انتهينا بعد جاءتنا مسألة فيها زوجة وابن وبنت تمام الشيخ؟ تمام الزوجة اشتاخذ؟ ثم والباقي العاصمة المسألة من؟ ثمانية واحد والباقي سبع انقسم تعلم السبع كم الرؤوس هنا؟ ثلاثة المجموع؟ ثلاثة اذا هنا المحفوظ كم؟ ثلاثة 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 والسبعة ما يسا بينهم شيء صح؟ ثلاثة اذا نأخذ ايش؟ ثلاثة رأس تمام ثلاثة بثمانية اربع وعشرين اربع وعشرين واحد في ثلاثة ثلاثة والثمن تمام؟ سبعة في ثلاثة واحد وعشرين واحد وعشرين قسمة ثلاثة سبعة سبعة اذا لكل رأس سبعة نعم سهم السهم سبعة البنت لها السبعة والابن له سهمين أربع عشر أربعة عشر انقسم انقسم اجمع أربع وعشرين الحل صحيح زوجة وأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخ شقيق الزوجة استأخذ الزوجة ربع الربع وهؤلاء لهم الباقي المسألة من أربع واحد والباقي ثلاثة ثلاثة ما ينقسم عليهم رؤوسهم كم؟ رؤوسهم اثنين اربعة اربعة اذا هنا المحفوظ كم؟ اربعة اربعة في اربعة ستة عشر تمام واحد في اربعة اربعة ثلاثة في اربعة اثنى عشر ورؤوسهم كم؟ اربعة اربعة اذا اش نعطي؟ لكل واحدة من الإناث ثلاثة ثلاثة وثلاثة والذكر ستة اجمعنا عشرة ستة عشر الحل صحيح صحيح افهوم يا أخي إذن أخذنا الانكسار على جنس واحد تمام مسألة جديدة زوجة وأخ لأب وأخ لأب وأخت لأب وأخت لأب كم عددهم الآن الثلين أخ لأب ثلاثة أخ لأب تمام مسألةنا من كم مسألة من أربعة من أربعة واحد والباقي ثلاثة رؤوسهم ثلاثة وثلاثة أربعة خمسة ستة المجموع ستة ستة قسمة ثلاثة في قسم مشترك وهو ثلاثة 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 ستة على ثلاثة اثنين إذا المحفوظ هنا كم ثلين ثلين نضربها في أربعة ثمانية واحد في ثلين واحد في ثلين ثلاثة في ثلين ستة هذا عدد رؤوسهم اثنين اثنين واحد واحد المجموع ستة ستة زائد اثنين ثمانية إذن نحن صحيح مفهوم الشيخ مفهوم الشيخ وإذا بينهم تباين أي هما أهم الرأس رأس تأخذ الرأس تضرب في أصل المسألة وانتهى الموضوع يعني شيخنا إذا كان في تباين أخذ الرأس دائما هو الأساس عندنا الرأس وإذا بينهم قسم مشترك الرؤوس قسمة القسم مشترك الناتج تضربه في أصل المسألة تمام تمام إذن الآن عندنا مسائل الانكسار على جنس واحد يعني المحفوظ هنا شيء واحد رقم واحد الآن ممكن يخرج لنا في المحفوظ أكثر من رقم نشوف الآن زوج و ثلاثة إخوة لأم وستة أعمام أشقا تمام يا أخي تمام الزوج ماشي أخذ الزوج أخذ نہیں النصف نصف وثلاثة إخوة اليوم الثلث الثلث وثلاثة أعمام الباقي مسألة من ستة ثلاثة اثنين واحد واحد تمام نريد الآن الأعمام وخليهم ثلاثة خليهم ثلاثة ثلاثة أعمام مفهوم الشيخ مفهوم تمام سوي المحفوظ ثلاثة وأخذ الثنين أيهم أهم بينهم تباه ما في قسم اشتر أيهم أهم ناخذ هنا ثلاثة إذن محفوظ هنا ثلاثة ثلاثة أعمام واحد إذن نأخذ الثلاثة إذن هنا عندنا ثلاثة وثلاثة تماثف الثلاثة مثل هالثلاثة تمام طيب تأخذ إما هالثلاثة وهالثلاثة وتضربه في أصل المشألة تأخذ من المماثلين واحدة خلاص تمام إذا نضرب في كم في ثلاثة ستة في ثلاثة ثمنتاش واحد في ثلاثة ثلاثة ثنين في ثلاثة ستة واحد في ثلاثة ثلاثة شوفوا قسمت قسمت الحل صحيح إذن هذا أيش تماثل تماثل نأخذ من الممثلين واحدة شيخ بسك أن في نقص كيف ينقص ثلاثة وستة آه لا 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 ثلاثة في ثلاثة تسعي شيخ أسفل تسع وستة وثلاثة تمام حصرت لخطأ ما في مشكلة خطأكم وفورشة لا أكيد الله يسامح شوف يا أخي نأخذ مسألة ثانية زوج و ثلاثة إخوة لأم وستة أعمال لأب مثلا الزوج نصف والثلث والباقي ستة ثلاثة اثنين واحد ثلاثة مع الاثنين ما بينهم شيء أيها ما نأخذ الرؤوس الرؤوس ثلاثة ستة مع الواحد لا شيء إذن نكتب هنا الرؤوس ستة الرؤوس هم الثلاثة هل تدخل في الستة نعم والستة تدخل في التسعة لا لا الستة تدخل في الاثنى عشر والاثنى عشر تدخل في الارف وعشرين إذا كانت تدخل أيها ما نأخذ الزائد خلاص أيها الزائد الثلاثة أم لا الستة الستة إذن نضرب فيه ستة ستة في ستة ستة وثلاثين ثلاثة في ستة ثمانة عشر ثلاثة في ستة نعيش واحد في ستة ستة انقسم انقسم الحل الصحيح إذن في المماثلين نأخذ أحدهم أحدهم والمناسبين نأخذ أكبرهم تمام طيب الآن مسألة جديدة نفس المسألة نفس المسألة حتى لا تختلط عليك وتخطئ الآن زوج و تسعة إخوة لأم وستة أعمام أشقة مفهوم أخي مفهوم شيخنا تمام الزوج النصف والثلث الباقي سوي خط محفوظ ستة ثلاثة اثنين واحد تسعة مع الاثنين ما في لاقاس مشترك أو أي شيء إذن المحفوظ هنا كم التسعة والستة مع الواحد ستة ما في ما في شيء تمام هل التسعة تدخل في الستة الستة تدخل في التسعة لا متماثلين لا متناسبين لا لا لكن بينهم إيش قاسم مشترك قاسم مشترك وهو تأخذ أكبر قاسم الثلاثة الثلاثة تقسم على أي واحد منهم تسعة تسعة على الثلاثة ثلاثة في ستة ثمانية عشر إذن نضرب في ثمانية عشر أو العكس أو ستة على ثلاثة 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 في تسعة ثمانية عشر إذن يا هذا يا هذا تأخذ القاسم المشترك وتقسمه على واحد منهم وتضربه في كامل الآخر الآخر وكلهم يقضون نفس النتيجة شيخ نفس النتيجة شوف الآن قلنا الثلاثة قاسم المشترك بين التسعة والستة تسعة على ثلاثة ثلاثة في ستة ثمانية عشر أو العكس ستة على ثلاثة ثنين في تسعة ثمانية عشر نفسه سواء هذا أو هذا شوف أكتب لك هي هنا ستة هنا وهنا أمامها إيش تسعة على الثلاثة ثنين على الثلاثة ثلاثة شوف الآن سواء ضربت كذا أو ضربت كذا يطلع الناتج ثمانة عشر ثمانة عشر مفهوم يا أخي مفهوم الشيخ إذن ضربنا الستة في كم في ثمانة عشر في ثمانة عشر ستة في ثمانية ثمانية وأربعين مئة وثمانية وستة في واحد ستة وأربعة ها الشيخ مئة وثمانية مئة وثمانية تمام ثلاثة في ثمانية أربعة وثمانية أربعة وخمسين كم في ثلاثة شخص؟ ثلاثة في ثمانة عشر أي أربعة وخمسين اثنين في ثمانة عشر ستة ثلاثين ستة وثلاثين وهذه ثمانة عشر شوف انقسم ستة تسعة وثلاثين منقسمة إذن حل صحيح مفهوم؟ مفهوم شخص تمام إذن أخذنا المماثل أحدهم المناسب الزائد بينهم وفق قاسم مشترك وفق أحدهم في كامل الآخر تمام الآن متخصمين مع بعض الأرقام متخصمة مع بعض بعضك مثال يقول زوج و ثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام أشقاء الزوج نصف والثلث والباقي مسألتنا من ستة ثلاثة اثنين واحد تمام ثلاثة مع اثنين ما في قاسم لا شيء تأخذ الثلاثة الرؤوس خمسة مع واحد ما في خمسة خمسة هل الثلاثة تدخل في الخمسة لا الثلاثة مثل الخمسة لا لا هل بينهم قاسم مشترك لا متخصمين ولا في بينهم أي شيء ما في أي فائدة ايش نصنع قال إذا ما بينهم أي فائدة هذا متخصمين نضربهم في بعض انتهى الموضوع ثلاثة في خمسة خمسة عشر إذا نضرب في خمسة عشر 6 في 5 6 في 5 30 1 في 6 3 9 9 15 في 3 45 20 22 في 15 30 31 في 15 15 انقسم الحل الصحيح تمام؟ الآن نبغي قد يكون هنا عندك أكثر من عدد قد يكون عندك هنا المحفوظ أكثر رقمين أو ثلاثة أو أربع ترقام إيش تصنع ننظر بينهم أي تنظر بينهم بهذه النسب الأربع خلاص مثال قال عندنا مثلا زوجتان خلاص وأربع وخمس بنات تمام وثلاثة أعمام أعمام أشيق المسألة الزوجة الزوجتان الثمن والثلاثين بنات والباقي المسألة من 24 الثمن الثمن 24 6 6 تمام نبقاهم أربع زوجات طيب إيش قلت الثمن الثمن الثلاثة ثلاثة ثلاثة أشيق وخمس بنات الثلاثين ستة عشر والأعمام لهم الباقي خمسة خمسة تعال شوف المحفوظ هنا أربعة أربعة ما في شيء وخمسة خمسة ما في شيء وثلاثة ثلاثة ما في شيء نأخذ رقمين أول شيء الأربعة والخمسة هل بينهم شيء لا أضرب عشرين 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 وثلاثة بينهم شيء كذلك أضرب ستين إذن نضرب فيه ستين ستين خلاص نجيب مسألة ثانية الآن نعدل على هذه المسألة نفس المسألة زوجات وبنات وأعمام أشقاء من كم المسألة قلنا نوب عشرين أربع عشرين الثمن ثلاثة والثلاثين ستة عشر والباقي خمسة اعتبر الأعمام خمسة عشر خلاص خمسة عشر عام والبنات قال اثنى عشر بنت تمام والزوجات نريدهم أربع أربع مو مشكلة اللي تريد أربع مع الثلاثة ما في شيء ما في شيء اثنى عشر بنت مماثلة ماثلة أين أخذ أي واحد واحد منهم إذا معنا ثلاثة وإيش خمسة عشر وأربع أربع أش بينهم ما بينهم شيء تباين اضرب اثنى عشر إذا نضرب في اثنى عشر فهمت الشيخ تمام فأنت تأخذ رقم رقم اعكس الآن في هذا الرقمين ثاني مرة نأخذ الثلاثة مع الأربع أش بينهم مباينة اضرب الاثنى عشر الاثنى عشر والثلاثة والاثنى عشر بينهم في توافق في قاسم مشترك لا الثلاثة دخلت دخلت في اثنى عشر صح أيوما نأخذ الزائد الأكبر إذن ضربنا في اثنى عشر سواء بدأت من فوق أو من تحت أو من الوسط ما في إشكال إذن نحصل واحدة إذا كانوا الانكسار على جنس واحد هذا السهل تأخذ إذا بين الرؤوس والسهام لا وجد شيء أيوما أهم رأسك بينهم قاسم مشترك تأخذ القاسم مشترك الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر طبعا تمام وإذا عندنا أكثر من محفوظ نأخذ الأول مع الثاني وبعدنا الناتج مع الثالث والثالث مع الرابع وهكذا ما في إشكال طيب يا أخي تمام تمام يلا شوف إيش عندك السئلة طيب الله أحسن لكم شكرا شكرا لو أردنا نلخص النسب الأربع في في قالب واحد أو في شريك خلاص قلنا من المماثلين أحدهم نقول شكرا النسب الأربع أربع المماثلة مماثل أحدهم ومناسب الزائد موافق وفق حدهم في كامل الآخر متباين ضربهم في بعض هذه الأربع نعم الله أسألكم طيب شكرا يقول السؤال أصعب النسب الأربع أيوة الموافقة من مماثلة موافقة من مماثلة المماثلة سهلة الموافقة هي لأن تأخذ القاسم مشترك تضرب في كامل تبحث أكبر قاسم نعم من أسهل نسب الأربع المماثلة مماثلة طبعا ما فيها صعوبة ناتج حاصل نظر بين ستة وتسعة أشراك أنت ستة وتسعة بينهم تداخل ستة داخل لا ما فيه تداخل فيه موافقة قاسم مشترك قلنا وهو الثلاثة يقسم تسعة على ثلاثة ثلاثة في ستة ثمانتاش أو العكس ستة على ثلاثة ثنين ثنين فيه تسعة ثمانتاش نفسه أخذناه في المثال ما أصلي بعده الثنين والسبعة ثنين والسبعة ما بينهم شيء في مباينة أضرب ثنين في سبعة أربعة عشر إذا نضرب أصلا مسألة في أربعة عشر نعم الخمسة وعشرين والثلاثين خمسة وعشرين وثلاثين في بينهم موافقة قاسم مشترك وهو الخمسة تقسم على أحدهم وتضرب في كامل خمسة وعشرين على خمسة 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 في ثلاثين مئة وخمسين أو العكس ثلاثين قسمة خمسة ستة ستة في خمسة وعشرين مئة وثلاثون نفسه تمام طيب هذه في أعداد كثيرة شaخ ه ميضة على عشرة وعشرين واربعين وثمانين ومئة وستين تمام عشرة وعشرين إيش بينهم تداخل عشرة دخلت في عشرين ناخد داخل إلا معنا العشرين هذا الرقم الثاني عشرين وعربعين عشرين واربعين دخلت أخذ الأربعين أربعين وثمانين أربعين وثمانين خذ الأكبر ثمانين ومئة وستين ثمانين ومئة وستين هي الضعف إذن أخذنا مئة وستين وضربنا فصل المسألة هذا سهل يا رجل تقلي صعب أنت يا شيخ إذا إذا نظرت للمسألة وخفت منها هذه مشكلة لا خذها بصدر مشرح وقل لا حول ولا قوة إلا بلا الله يحسي لك وشك يقول النسب الأربع هي المماثلة ثم المداخلة ثم الموافقة ثم المباينة يقول المماثلة هي أن يتساوى العددان في المقدار نأخذ أحدهم المداخلة هي أن يتساوى العددان في المقدار أو أن يكون أكبر من مضاعفات الأصغر الموافقة هي أن يقبل أو لا يقبل العددان القسمة عد أخر للوحد بلا كسر غير الواحد صح نعم بلا كسر يقبل أم لا يقبل يقبل طبعا المباينة هي أن لا يقبل ما عندهم شيء متخاص مني أرسل خاص من تقرأسهم بعض يتصالحون يتصالحون يتصالحوا بإذن الله نعم يقول إذا كان عددان يقبل لأن القسمة على بعضهما فهي المماثلة أم المداخلة أش رائك أنت؟ المداخلة مداخلة نعم أسم الله لكم المقصود بالوفق النصف أم العدد اللي توافق فيه العدد لتوافق فيه نعم أسم الله لكم يقول شيخ إذا كان عددان لا يقبل القسمة على بعضهما فهي مماثلة أم مداخلة أم موافقة أم مباينة 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 نعم أسم الله لكم شيخنا يقول في مباينة نضرب أحد العددين في الآخر مثل اثنين وثلاثة تمام بينه وين نعم أسم الله لكم من أصعب النسب الأربع المماثلة أم الموافقة أم المباينة الموافقة شيخنا يقولون في قاعدة في المباينة أن كل عددين تتالية فبينها مباينة ممكن أتركنا من القواعد لا نمشي سهل الموضوع يعني ما هو ذاك الصعوبة المهم أعطينا حل الصحيح نعم يعني أنت قلت مثلا يعني أنا أستطيع حلها بطريقة كذا حل يا أخي أعطينا المهم حل حل صحيح نعم قال أبغى أبسط وأبغى كذا أنت حر سهل صحيح بس أعطنا الحل هذا الكلام نعم نبغى النتيجة طيب شخنا نحصل لكم في الأمثلة التي ذكرت أموها قبل قليل اختلفت عن الأمثلة السابقة أول كنا نقول مثلا ثلاثة إخوة لأم أيوة بنتان مثلا ثم صلنا نفصلها بنت بنت ابن ابن لأن إحنا الآن سنأتي بعدين في قسم التركات نكتب كل وارث على السطر خمس بنات نكتب بنت 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 كذا لأننا نبغى نعطيه المبلغ ما ينفع تشمعهم بعدين قال كم نصيب هذه البنت لا كل وارث بعدين سنضع على السطر تمام الله سلام أي نعم طيب شيخنا أذكر بعدها أسئلة أول كنا نختصر والآن بدأنا نفصل ونقسم أموال وقلنا لك حب كل يوم زود عليك الحمل شوية تمام طيب أذكر مسائل قال زوجتان وستة عشر أخر لأم وثمانة إخوة لأب تمام الزوجتان لهما الربع وبعده أ gibi ستتة عشر أخ لأم أخ لأم لهم الثلث نعم تمام ثمثة أخوة لأب لهم وباقي تمام مشألة الأربعة جماسك المسألة الابها الثنى عشر مثل العشر الثنى عشر الأربعة ثلاثة ثلاثة الأربعة والثلث أربعة يبقى خمسة ل الأخوة لأب طيب كم الزوجات 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 وثنتين الزوجات وثلاثة بعينهم وما بينهم شي Republicano فناخذنا اثنين اثنين تمام وكم أخ لأم أخ لأم ستة عشر أخ لأم ستة عشر كان المبروض كتبنا هذه تريد نحلها يعني اي بسم الله قولي شيء زوجتان زوجتان وستة عشر أخ لأم ستة عشر أخ لأم وثمانية إخوة لأب ثمانية إخوة إخوة لأب مسألة من كم من اثنى عشر من اثنى عشر الربع والثلث والباقي والباقي الربع ثلاثة والثلث أربع والباقي خمسة صح نعم سوي محفوظ هنا زوجتان مع ثلاثة يومهم الرؤوس اثنين ليس بينهم شيء ستة عشر قسمة أربعة سوي أربعة صح بينهم قسم مشترك والأربع الرؤوس ستة عشر واربع فيها أربع ثمانية إخوة أخذ خمسة بينهم إيش موبايل تباين إذن ثمانية اثنين وأربعة إيش بينهم مداخلة أخذنا الأكبر أربعة أربعة وثمانية بينهم مداخلة أي وما نأخذ ثمانية الأكبر إذن نضرب في ثمانية مفهوم الشيخ نعم هاته لبعده طيب يقول الشيخنا السلام عليكم زوجتان وخمس أخوات لأم وثلاث جدات واثنين عشر أخا شقيقا ما شاء الله طيب كثير ذوي شيخ كيف يا شيخ أنت لا تخاف الله يهديك إذا خفت مشكلة هاته من الأول طيب زوجتان زوجتان وخمس أخوات لأم خمس أخوات لأم وثلاث جدات ثلاث جدات ما يأتي في الواقع يقول أنه صعب يأتي ثلاث جدات وارثات تعرف إيش معنى هذا أم 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 هذه الأولى والثانية أم أم أب والثالثة أم أب أب واللي قبلهم ميتين ميتين مهم أو شدي فهمت علي وهذه مشكلة ما تأتي ولهذا يقول بعض الأمثلة هي مثال فقط أما في الواقع ما تأتي ثلاث جدات وارثات هذا صعب جدا خصحنا في هذا الزمن يعني ما ما يوجد معنى كثير فيقول يعني الأصل نضرب أمثلة واقعية لكن هذا هو يريد هنا المثال عشان الانكسار عشان أن تصحح الانكسار لكن في الواقع يقول يعني هذا أندر من كبريتا الأحمر ما يأتي ثلاث جدات وارثات ولي قبلهم كلهم ماتوا مفهوم يا أخي؟ نعم سبب نعم طيب خليه جدتين إذن؟ والله ما أدري عنك أنت اللي تحل المهمة أشبقي الآن؟ واثني عشر رخا شقيقا طيب خلاص هذه المسائل تحلها إن شاء الله أبشر وخطوة خطوة رقم مع الرقم الذي يليه ثم الناتج مع الرقم الثالث ثم الناتج مع الرقم الرابع وهكذا تمشي المسائل بإذن الله تعالى الله حسيرك تمام؟ أشكل شيء أنا ما نعلم نتصالح بعدين إن شاء الله أنت تحل أمشر إن شاء الله تمام الله أبارك أمشي طيب شخنا ثم نشرع بعدها في المناسخات المناسخات يعني تحتاج إلى درس كامل يعني أستقل مستقل في التماري كيف نحل المناسخات لكن ما هي المناسخات؟ قال المناسخات هنا ليس كالنسخ عند الأصولين لا هنا بعد عمره طويل في طاعة ما عندنا لأنت الله أكتواجه في طاعة الله كل آمين آمين يا رب راح الشيخ عبد الله وترك أي شيء قال والله ترك زوجة و و بنت وابن زوجة وبنت وابن تبعا جمعنا التاركة وأريد أن نقسم عليهم التاركة خلاص قبل قسمة التاركة تركت من؟ تركت الأول اللي هو عبد الله مات أحد ورثت الميت الأول وهي ما السوشة طيب ايش نصنع؟ قال إذا ما تعرف المناسخات ما في مشكلة اصنع مسألة للميت الأول اللي هو عبد الله واصنع مسألة ثانية للميت الثاني خلاص تعال لمسألة الأول مسألة الأول عبد الله ترك خمس ألاف قلنا صح؟ خمس ألاف نقسمها عليهم الزوجة الثمن صح؟ والباقي للذكر مثل حظ العنثين على الإبن والبنت ونأخذ نصيب الإبن هذا ونقسم على مسألة مسألة ثانية قال الفرضين ليش يا أخي تصنع مسألة مسألتين وتطول علينا وهنا حل وهنا حل لا اجمعهم في مسألة واحدة واحدة المهم إذا ما فهمت المناسخات ما عندنا إشكال يصنع لكل واحد مسألة لكن قال ممكن يجيك أربعين ها فيها أربعين ميت في المسألة كيف متى تأتي هذه المسائل يعني مثلا تعرف الآن تكون أرض مثلا ما عليها صك مثلا أو من أيام يعني قبل الدولة السعودية كانت وعندما جات توسعة مثلا الحرمين وجات التوسعة أخرجوا الصكوك وكذا وطلعت هذه الأرض لمن لفلان ابن فلان فلان مات قبل مئة وخمسين سنة وكم مات بعده قال مات بعده أربعين طيب كيف تقسم التركة ما في إشكال تبدأ تكتب الورثة خلاص تقول مثلا ثبت لدينا أن توفع الشيخ عبد الله بعد عمر طويل في طاعة الله في ألف وربعمائة وأربعين ومات بعده فلان ومات وترك كذا ومات بعده فلان وترك كذا وكذا وكذا ونمشي في المسائل هذا حتى تنتهي ونجمعهم كلهم في مسألة واحدة في النهاية خلاص هذه معنى المناسخات أن يموت أحد ورثت الميت الأول قبل قسمة التركة لكن لو قسمت خلاص انتهى الموضوع لو أعطينا الإبن والزوجة والبنت في مسألة تكنتها وبعدين مات خلاص هو أخذ المال ونقسم لكن إذا كان المال واحد تكون مسألة مناسخة مناسخة خلاص نعم قال فرق بها رتبة فضل شامخة المناسخات إذا وصلت إليها قل الرحب فرق بها ترتقي بها رتبة فضل شامخة لأن المناسخات تجمع مسائل كثيرة ومات كثيرين وتذل عليك ضبط المسائل أنك أنت ضابط المسائل يعطوك مئة ميت ما عندك شكال وتحل المسألة إن شاء الله وترتبها وتنظمها وتأتي معنا بإذن الله تعالى لكن إذا ما عرف تجعل مسألة كل واحد على حدة وتأخذ النصيب لورثتي وورثتي وهكذا حتى تمشي المسائل لكن قلنا أحيانا تجيك المسألة فيها موات كثرة ماذا تصنع لازم تجعلها في مسألة واحدة هذه هي المناسخات عند من الفرضيين عند الفرضيين النسخ هناك النقل والإزالة وكذا هذا ليس عندنا هنا لا تخلط علينا المسائل خليك مع الفرضيين الآن تمام الله أعطيك بكم في مسائل أو شيء أو أسئلة على المناسخات الأسئلة أخذناها في المناسخات المناسخات طيب في المناسخات شيخ هو من النسخ والنقل والإزالة تمام أو من أن يموت الشخص قبل قسم تركته ها قلنا النسخ النقل والإزالة هناك ليس عندنا هنا المناسخات هنا أن يموت أحد ورثة الميت الأول قبل أن تقسم تركة الميت الأول هذه المناسخات ليس النقل والإزالة مفهوم نعم ونسح حكم دليل حكم شرعي أو لا 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 هذا ليس عندنا هنا طيب يا أخي ما نتكلم الآن نتكلم باستلاح الفرضيين تمام الله أحسي لكم نعم ذكر بعدها مسائل المناسخات تأتي إن شاء الله في الدرس القاد نراجع الآن ماذا أخذنا في هذا الدرس يلا أخذنا شيخ الله أحسي لكم ما يتعلق بالانكسار وتصوحي الانكسار قلنا إننا الآن عندنا الرؤوس ما تنقسم بعدد صحيح السهام ما تنقسم على عدد الرؤوس إذا تنقسم الحمد لله أم وخمسة أبناء الأم لها السدس والباقي خمسة وخمسة أبناء تنقسم بدون 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 كسر صح لكن أم وعشر أبناء هنا متى ما يمكن عندنا نصف فإذا نحتاج إلى تصحيح المسألة وتصحيح المسائل إما انكسار على جنس واحد أو انكسار على أجناس وانكسار على جنس واحد قلنا ننظر بين الرؤوس والسهام وأي أهم دائما الرؤوس رأسك أهم شيء نضيع رأسك تمام تمام فننظر إلى الرؤوس دائما ونسنع حق الجديد نسميه المحفوظ فالمحفوظ إذا كان واحد هذا انكسار على جنس واحد المحفوظ إذا كان أكثر من واحد أكثر من عدد يعني انكسار على فريقين انكسار على فريقين أو على أكثر تمام فإذا كان انكسار على واحد خلاص ننضرب هذا في أصل المسألة وثم تراجع إذا كانت منقسمة إذا الحل لك صحيح غير منقسمة الحل خطأ وإذا كان الانكسار على أكثر من جنس ننظر بالنسب يقول النسب الأربع فخذ من المماثلين واحدة ثلاثة وثلاثة خمسة وخمسة ستة وستة مثلا وخذ من المناسبين الزائد الأكثر ثلاثة وستة واثنى عشر واربع وعشرين وثماني واربعين تأخذ الأكبر وخذ من المناسبين واضرب جميع الوفق في الموافق يعني ستة وتسعة بينهم قاسم مشترك ثلاثة اقسم على أحدهم واضرب في كامل الآخر واضرب جميع العدد المباين تضربه في الثاني قال ولا تداهن لا تداهن أحد خلاص تكروسهم في بعض وانتهى الموضوع ثلاثة وخمسة ليس بينهم شيء لا تماثل ولا قاسم مشترك ولا تداخل تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر تضربها في أصل المسألة وقلنا تأنى واحدة واحدة رقم مع الآخر ثم الناتج مع الثالث ثم الناتج مع الرابع وهكذا طيب طيب نعم والمسألة إن شاء الله تكون سهلة ميسرة لا إشكال فيها ولا تعقيد بإذن الله تمام الله سبح أخذنا فكرة عن المناسخات وسيأتي معنا متى تكون المناسخات قلنا أحيانا بعض التركات تؤخر وإلا الأصل أن تقسم التركة مباشرة بعد موت أي إنسان ولا نؤخرها لأن أغلب المشاكل بين العوائل قسمة التركات ويقول أخذ الإجار وكذا وصنع 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 قسم التركة وعطوك الوارث ما يستحق هذا الأصل أنه قسم التركة لكن أحيانا قلنا مثلا تكون الأرض هذه مثلا تحولت إلى كانت أرض زراعية وتحولت إلى سكنية أو كانت مثلا حصل عليها مشروع مشروع مثلا حكومي أو كذا أو دخلت في توسعة حرمين أو كذا أو كانت مثلا منسية هذه الأرض وغيرها فنضطر إلى أن نسنعش مسألة مناسبة وإحنا ما نستطيع إحنا نوجه الوارث الآن الوارثة نوجههم نقول يا أخي إذا مات أي إنسان قسم مباشرة لا تؤخر ثانية قسم يعرف كل واحد ما يستحق قالوا ما نريد نقسم عندنا إجارة نقول نقسم الإجارات عليكم صح؟ عندنا كذا كل شيء يقسم بإذن الله مفهوم ونبادر بالقسم إذا أخرهم نحن اللي علينا أدنا مع الوارثة أخروا 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 ثم كانت أيش المسألة فيها أكثر من ميت ميت إلا هنا مشاهدينا قد وصلنا إنهاية هذه الحلقة ننسك من بقيتها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا